المجال الخامس الأدب يوسع النظرة إلى الحياة الحياة والناس شعر المتنبي الدرس الخامس الحياة والناس للمتنبي صحب الناس قبلنا ذا الزمان وعاناهم من شأنه ما عنانا وتولوا بغصة كلهم منه وإن سر بعضهم أحيانا ربما تحسن الصني على ياليه ولكن تكدر الإحسانا وكأنها لم يرض فينا بريب الدهر حتى أعانه من أعانا كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا ومراد النفوس أصغر من أن تعادى فيه وأن تفانا غير أن الفتاة يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانا ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعانا وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا كل ما لم يكن من الصعب في الأنفس سهل فيها إذا هو كان التقويم حين نكون مع شاعر مثل المتنبي حكيم عصره وأديب زمانه فإننا نعيش مع حياة حافلة امتدت في المكان والزمان في عصر ماجت فيه حركة الحياة وازدهرت واستخبت علما وسياسة فعرك الحياة وعرفها مزاجا من النعيم والبؤس ومن اللذة والألم وعاشها طموحا شجاعا عزيزا نفسي وصاغ حكما استبغت بخبراته وخبرات غيره ممن سبقوه أولا الفهم والاستيعاب استمع إلى الأبيات ثم حدد منها ما يلي ألف الفكرة التي تشمل الأبيات الخمسة الأولى ب الفكرة التي تعبر عنها الأبيات الخمسة الأخيرة جيم رأي الشاعر في الزمان من خلال الأبيات الثلاثة الأولى ديل رأي الشاعر في بعض الناس من خلال البيتين الرابع والخامس اثنان اذكر أمام كل قيمة إنسانية البيت الذي يدل عليها فيما يلي التسامح عزة النفسي الشجاعة الاستهانة بالشدائد ثلاثة الحكمة فكرة تحلق في آفاق إنسانية أحسن صياغتها حدد ما تراه حكما في الأبيات التي قرأتها أربعة اختر التكملة الصحيحة لكل عبارة مما يلي ألف يشير البيت الأول إلى رضى الصابقين عن أزمانهم سخط الصابقين على أزمانهم فبات طبيعة الزمان منذ الأزل اختلاف طبائع الأزمان وتغيرها باء يؤكد البيت الثاني أن كثيرا ما ينعم الزمان بخيره قليلا من الأيام ما يصر قليلا من البشر من أسعده الزمن أكثر الناس قد سخط ورضي أقلهم جيم يفهم من البيت الرابع أن الزمان يتغلب على إرادة الإنسان الإنسان نفسه يزيد من ويلات الزمن الإنسان يعين أخاه في الشدائد الإنسان يرفض منذ الأزل الخضوع لريب الزمن خمسة قارن بين فكرة البيت الثالث والبيت التالي من حيث الاتفاق والاختلاف ومن عادة الأيام أن صروفها إذا ساء منها جانب صر جانب ثانيا الثروة اللغوية ارجع إلى أحد المعاجم اللغوية وسجل معنا كل كلمة مما يلي عناهم نتفانا ريب الدهري إثنان استخدم جمع كل كلمة مما يلي في جملة من إنشائك سنان الصنيع غصة ثلاثة اذكر مفرد كل كلمة مما يلي في جملة من عندك المنايا كالحات أربعة اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي ألف كلمة تكدر معناها تحزن تقدر تعكر تيسر باء كلمة الهوان ضدها العزة اليسر الصعوبة الذل جيم ليس من معاني كلمة القناة العصى الرمح مجرى الماء القافلة خمسة أهلكنا ريب الدهري لا ريب في صدق النبأ بين معنى كلمة ريب في كل من الجملتين السابقتين ثالثا السلامة اللغوية واحد في البيت التالي أفعال عينها واذكر فاعل كل فعل منها صاحب الناس قبلنا ذا الزمان وعاناهم من شأنه ما عنانا اثنان تُكَدِّرُ يَرْضَ نَتَعَادَ ذُكِرَتْ الْأَفْعَالُ السَّابِقَةُ فِي الْأَبِيَاتِ حَدِّدْ عَلَامَةَ إِعْرَابِ كُلٍّ مِنْهَا فِي مَوْقِيْهَا مَعَ ذِكْرِ السَّبَبِ ثلاثة اذكر الأسلوب النحوية في البيت التالي ثم اذكر أجزاءه كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا أربعة غير أن الفتاة يلاقي المنايا كالحات فن كلمة الفتاة ثم اجمعها وغير ما يلزم في الحالتين خمسة بيّن علامة بناء كل فعل مما يلي مع ذكر السبب صحب الناس الزمان عناهم من أمره ما عنانا ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعان ستة حدد كل اسم منصوب فيما يأتي واذكر سبب نصبه وعلامة النصب غير أن الفتاة يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانا سبعة نتعادى تبقى المنايا ألف ما سبب كتابة الألف بصورتها في كل كلمة مما سبق باء أذكر نظائر لكل كلمة مما سبق ثمانية ما معنى كل كلمة مما يلي أضلنا أضلنا تسعة أذكر جمع كل كلمة مما يلي شأن كأس رأس رابعا التذوق الفني اختر الإجابة التي تتناسب مع الإحساس الذي ساد الأبيات الخمسة الأولى الرضا والقناعة الصخط والتبرم الحزن والأساء الحب والود اثنان تسود الأبيات الخمسة الأخيرة روح الإقدام والقوة التأني والصبر الطموح والأمل العزة والسيادة ثلاثة وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا اعتمد الشاعر في البيت السابق على التأثير بالصور الخيالية التأثير بالمحسنات البديعية الإقناع بالدليل والبرهان الإقناع بالمنطق والحوار أربعة صاحبة صاحبة تولوا رحلوا كان استخدام الشاعر لللفظ الأول من كل لفظين مما سبق موفقا فلماذا خمسة وتولوا بغصة كلهم منه وإن سر بعضهم أحيانا هل تجد قيمة لكلمة أحيانا بعد كلمة بعضهم في هذا البيت وضح ستة اختر كل تعبير والصورة الخيالية التي تناسبه فيما يلي صاحب الناس زى الزمانة تولوا بغصة كلهم منه المنايا كالحات كناية استعارة مكنية استعارة تصريحية تشبيه بليغ سبعة ما المحسن البديعي في البيتين الثالث والأخير وما أثر استخدامه ثمانية حفلت الأبيات الخمسة الأولى بالاستعارات بينما جاءت الصور الخيالية نادرة في الأبيات الخمسة الأخيرة فبما تعلل ذلك خامسا التعبير المناظرة والرسالة يشترك مع فريقه في الدفاع عن موقفهم من قضية محددة في مناظرة كاملة ويحكم مع فريقه مناظرة زملائه يكتب رسالة إلى أحد الأدباء معبرا فيها عن رأيه في عمل من أعماله ترجمة نانسي قنقر